السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديو تلعب التي نقدمها مرحبا بك المحبي وعشيق لعبة تلالي الأسطورية سؤال ردده أحد الأصدقاء في التعليقات يا عمر حصلت على ما تريد وحققت كل الأهداف التي تلعب من أجلها وبما أنك حققت كل الأهداف التي تلعب من أجلها الآن لماذا ما زلت تلعب في الشبكة هذا السؤال صراحة أصدقائي استحق لنقول الإجابة عليه لنقول في هذه الحلقة وبالها نعطي معلومات لربما تكون جديدة على بعض الأصدقاء في بداية الفعالية لنقول قلت أن هدفي لنقول إذنين من التلعب واستطعت الحصول عليها بالفعل هنا هل بالنسبة للفعالية الطاغية انتعت كلا أنا كلاعب يهمني بطبع الحال الحصول على الموارد والمزيد من الموارد سوف نجيب على السؤال بالتدريج أولا لماذا ما زلت ألعاب الشبكة الشبكة صديقي كل حجر تخطي موجود هنا إذا لعبت هنا مثلا حتى بدون الحصول على أي سلاديق سوف تحصل لنقول على بطاقة واحدة يعني حتى إذا الهيت لنقول الشبكة الآن وخلاص يعني دخلت إلى لنقول بدون سلاديق سوف أحصل على بطاقة هذه البطاقة بطبيعة الحال تساعد لي للحصول على القرون عندما نأتي إلى هنا مثلا هذه القرون التي بخلالها أستطيع شراءة للآخر سوف تقول يا عمر حتى لو لنقول لعبتها في الشبكة بطبيعة الحال سوف تجبع القرون ولكن هذه القرون غير كافية للحصول على أي تلين هنا صديقي معلومة مهمة لللاعبين أن جدد لنفصل صديقي أنه هذا في تلين الشبكة وهذا التلين الذي حصلت عليه بالفعل هنا هل انتهى الموضوع؟ كلا صديقي سوف تجد صديقي أن هذا التلين الموجودون عبارة عن قطع وعندما أحصل على لنقول القرون سوف أحولها إلى قطع هذا التلين بطبيعة الحال لن أستطيع الحصول على هذا التلين لنقول في هذا الفصل وقد لا أحصل عليه في الفعالية وكذلك على الأقل سوف أكون جمعت أكثر من نصف قطع هذا التلين جمعت نصف أكثر من نصف قطع التلين عندما يعاد هذا التلين مرة أخرى سوف أستطيع إكمال القطع فقط وليس الجمع بجديد لنفصل التهديقي أنه وصل إلى هذا التلين مثلا إلى 400 قطع على سبيل المثال وتبقى لي لنقول بيئة قطعة والحصول عليه وانتهت الفعاليات عندما يعود هذا التلين وبطبيعة الحال سوف يعود عندما يعود هذا التلين سوف أكمل بيئة قطعة الباقية سوف أكملها فقط وبالتالي عندما يعود التلين سوف أحصل عليه بسهولة هذا التلين أيضا عندما نزل أول مرة كان التلين التاغيا وجديدا وبهراج وغير من هذه الأمور الآن التلين تم إعادته وبالتالي لاستطيع الحصول عليه وبالتالي لاستطيع لنقول الحصول عليه بسهولة بالطبيعة لحالة هذا حدث لما نقوله حدث معي في مجموعة من التلالين ليست التلالين الطابية فقط إذا ذهنا من المتجر قطع التلال غير موجود لدي بطبيعة الحال سوف يعد صديقي سوف يعد في أي فعاليات وعندما يعد هذا التلال لن أبدأ الجمع من الصفر ولكن سوف أكمل القطاع فقط يعني سوف أكمل المئة وستة واربع قطعة وبالتالي يستطيع الحصل عليه لنقول في الأسبوع الأول عندما يعاد وهذا يعتبر إدخارا للقطاع ليس هو فقط ولما هو بوليم وهذا السيل موجود هنا وكذلك لنقول سوردن كذلك لدي أكثر من نصف القطاع لوزر لدي أكثر من نصف القطاع بيويون لدي لنقول مئتي قطعة أوسجار لدي أكثر من نصف القطاع كذلك هذا لنقول ساقصني فقط 26 قطعة وأحصل عليه كما تشاهدون هذه كلها تلني أكبر قطاعها فقط وهذا بطبيعة الحال يعتبر السبب كافي جدا جدا حتى أستمر باللعب بالأجل إذا لم أحصل على تلني أستطيع القيام لنقول جمع بعض القطاع الخاصة به وبالتالي لنقول وبالتالي أستطيع لنقول إكمالها عندما تعود الفعاليات ليس هذا وحسب الصديقي يوجد أمر آخر عندما نلعب في الشبكة الصديقي يوجد أيضا مجموعة أولا كونها الشبكة لنقول فعالية ممتعة دعونا نتفق لأنه لنقول فعالية الشبكة هي فعالية ممتعة تستخدمها العقل تستخدمها الدكة كذلك السراتيجية هو فقط إذا لنقول فقط التركيز لمن رأى واحدة مثلا قد تخسر الشبكة ولكن لا يوجد مشكلة اللعب لنقول في كل الأحيان هو خسر وربح فالمتعة هنا صديقي أيضا يعتبر أحد الأسباب التي نلعب من أجلها لهذا أصدقائي بالإضافة إلى المتعة يوجد هناك لنقول مجموعة كبيرة من الموارد التي نلعب من أجلها هذه الموارد بطبيعة الحال لا يستهل بها على سبيل المثال شخصيا جمعت لنقول من هذه الفعاليات جمعت صديقي عدد لا يستهل به من لنقول من الجوار لأنه أتلي لنقول أيضا سؤال طبعا أولا حاول القيام لنقول بعمل فيديوهات بلا أن على تعليقاتكم أصدقائي حتى تكون هذه الفيديوهات هي التي تحتاجونها عموما أتلي أيضا سؤال من أحد الأصدقاء يا عمر كيف جمعتني لنقول هذه الجواهر بسرعة من بين أسباب جمع الجواهر هذه الفعاليات التي تشاهدونها نعم بعض الأحيال عندما تفتح السناديق قد تظهر لك لنقول لربما عدد قليل من الجواهر تستاهم به يعني تقول مثلا جوهر واحدة واثنين الأمر لا يستحق بالعقس صديقي الأمر يستحق يلا�ن هذه المرة قد تظهر لك جوهر واحدة المرة القادمة جوهرتين المرة التي بعدها قد تظهر لنقول لك خمس جواهر المرة التي بعدها قد تظهر لك عشر جواهر على سبيل المثال وهكذا تصمر لنقول في جمع الجواهر هذا بطبيعة الحال بشكل تراكمي لأن الفعاليات لمدة شهر كامل بشكل تراكمي اليوم جواهرتين بعد قليل خمس جواهر وهكذا سوف تجد أنه بنهاية الفعاليات سوف تكون جمعتها على الأقل لنقول ستة مئة جواهرة لأنه الفعاليات أحد الفعاليات الطاغية التي كانت مرت علينا وكننا حاسبناها في أحد الفيديوهات لا تتذكر عنوان الفيديو ولكن كنا حاسبناها وجدنا أنه عندما انتهت الفعاليات لنقول جمعت من الشبكة فقط حوالي ثلاثمائة وخمسين جواهرة ووقتها كانت فعالية الشبكة تصمر لأسبوعين فقط وليس أربعة أسبوع مثل الآن لهذا أصدقائي بين الأشياء التي يمكن لك لنقول الحصول عليها كما تشاهدونها هي جواهر صديقي لهذا حاول أن لا تستوي بها لأن الجواهر التي تحصل عليها بشكل كما قلت تراكمي سوف تستطيع لنقول جمعها وبالتالي في النهاية من الجواهر طبعا الجواهر لا تظهر في كل وقت ولكن في بعض الأحيان من الأحيان تظهر بالإضافة إلى الجواهر بالنسبة للعبين الجدد كذلك تظهر لك موارد ممتازة جدا مثل قطع الذهب قطع الأكل وغير من هذه الأمور هذه أيضا سوف تجعلك صديقي تلعب وليقول تصمر في اللعب وتلعب باحترافية لأنه تجمع الموارد والموارد في طبع الحال سوف تجعلك تتقدم بالشكل أكبر يوجد كذلك أيضا أمر مهم جدا الشبكة تمنحه لك ما هو هذا الشيء؟ صديقي الشبكة تمنحك مواد تاغية لأنه بطبيعة الحال مواد سحرية أقصد لأنه بطبيعة الحال صديقي إذا ما تلعب الفعالية التاغية وتفتح هذه السندق بين الأشياء التي تحصل عليها هي مواد السحر التاغية يوجد الفعالية القديمة والفعالية القديمة خاصة يعني تمنحك مواد سحرية قديمة وسماوية كذلك يوجد الفعالية البدائية والفعالية البدائية تمنحك مواد سحرية بدائية وكذلك يوجد الفعالية التاغية التي تمنحك لنقول مواد سحرية تاغية جيدة حتى تستطيع سحر التنالين لأنه لا يعقل وطبعا صديقي أفضل فرصة من أجل القيام لنقول بالسحر التنالين التاغية هي فرصة الحصول على المواد التاغية من الفعاليات التاغية هذا أيضا يعتبر لنقول شيء يدعوك حتى لو لنقول حصلت على كل آدفك يدعوك للاستمرار باللعب طبعا ترحى إذا ما أقول للاستمرار باللعب هذا لا أن تقضي في اللعباء 24 ساعة لأنه دائما أنا سواء لعبات لنقول تنالين أسطورية أو أي لعبة أخرى بالعدم لنقول أو لا أفضل أو لا أنصح بأن تعطي اللعبة أكثر من حجمها على سبيل المثال عندما ألعب لعباتها أسطورية صحيح أنه ألعبها لنقول في معظم فترة اليوم ولكن في كل مرة الألعاب لا يتجاوز لنقول وقت توجد فيها ربع ساعة عشر دقائق أقصى أقصى توجد فيها ربما يكون عشرون دقيقة وخلص يعني نترك اللعبة لأن اللعبة لا يفضل أن تكون لنقول أو يعطى لها أكثر من حجمها سوف تلاحظ أنه أيضا لنقول السندق تمنحك هذه الأحجار المطلوبة جدا في فعالية السماوية وكذلك القديمة كذلك هذه الأحجار المطلوبة وغيرها من الموارد بطبع الحال هذا لنقول مع وضع في الاعتبار أنه التلين في الشبكة التاغية أو التلين التاغي الموجود في الشبكة أيضا يعتبر لنقول أحد الأهداف التي أعمل عليها لنقول لا أكره القيام بتكرار التلين أيب نحاول هنا التركيس طبعا هذه الأسباب للصديقي وغيرها هي التي تجعلني ألعب في الشبكة والصبر في الفعالية التاغية بالإضافة إلى سبب مهم جدا لا يقل آمي عن هذه الأسباب وهو الاستمراء في تقديم الشروحات لأصدقائي في القناة هنا حركة خطأ هنا للأسف تمت محاصرة كلا يوجد مشكلة ثلاث سلديق أفضل من شيء وصل اللعب في الشبكة سوف أحاول لنقل تسريع نمط اللعب حتى لا يطول الفيديو طبعا مع التسريع قد تكون مالك بعض الأخطاء فالكي سوف نحاول تقليل الأخطاء طيب سوف نحاول أيضا اللعب هنا بسرعة قليلا حتى لا يطول الفيديو هنا للأسف لم تظهر ظهرت أخيرا هذه ما قلت أقصد هنا خلاص ثلاث سلديق أفضل من لا شيء أي وتشاهد قطع ذهب من بين الموارد التي يمكن لك الحصول عليها هنا سبعة وتسعة بطبيعة الحال نختار تسعة هنا تلعب طبعا نلعب في خطر طبعا كاد يقضع علينا لأننا قلنا نلعب في خطر ولكن ثلاث سنة ديق أفضل من لا شيء لاحظ موات سحرية ممتازة تاغية تستطيع الحصول عليها بطبيعة الحال طيب طيب هنا للأسف حسرنا مشكلة أنه يوجد درع سوف نكون مضطر للاستخدامه فقط من أجل إلقاذ نقول بطاقة واحدة لكن هذا ما حصل وطبعا من خلال لعبك في الشبكة تساعد للفعالية القادمة لأنها من الموارد التي تقوم بجميعها سوف تستخدمها بطبيعة الحالونة للاسف كان لنقل مستواصع طيب نواصل طبعا إلى الآن لم نحصل على تنيا الزلزانة السحيقة رغم أنه وصلت إلى السندوق الكبير للزلزانة السحيقة وللأسف هذه صعوبة متعمدة من اللعبة ألا تصل الزلزانة السحيقة طبعا إذا كثفت القتال يمكن للوصول إلى السندوق الخامس عشر بسهولة ولكن صراحة لا أريد إعطاء الزلزانة أكثر من حجمها أنه بالنسبة لي تبقى عبارة عن روتين قاتل ولسته مستعدا لقضاء الكثير من الوقت في الزلزانة السحيقة لأن يجد ذلك ابتزاز حتى لو كان معلوي هنا آخر صندوق لقمنا بلعيفه وحصلنا على هذه الموارد قطاع أكل وغيرها ندى من البطاقات ونقوم بفتح بعض البطاقات كما قلت حتى عند وصول إلى الصندوق الكبير للزلزانة السحيقة بعد ذلك للأسف لم أستطع لنقل الحصول على تنيا الزلزانة السحيقة صعوبة متعمدة لكن لا يشد شيء هنا طبعا لنقول ثلاث بطاقات أو لنقول ثلاث بطاقة يعني ثلاث قرن إلا لو كان هناك استثناءة تاريخية مثل هذا الاستثناءة التاريخي حصلنا على إثناء قرون لاحظ وطبعا هذه تعتبر لنقول آخر بطاقة أو بطاقة مجانية وحيدة وصلنا إلى حد الساعة نتسجيل هذا الفيديو لحوالي لنقل خمسمائة وسبعة وعشرين قرن إلى هنا صديقي حلقة نتصل إلى نهاية أتمنى التوفيق لكم جميعا أصدقائي في هذه الفعاليات والحصول على كل ما تريدونه من تلالين ترجمة نانسي قنقر